الاغبار العالمية كلها أم محمد صلاح وده طبيعي جداً ويبغتنا بمحمد صلاح صراحة لما العالم كله كل العالم كل مهتمين بالرياضة في العالم واللي مش مهتمين بالرياضة في العالم بيتكلموا عن محمد صلاح عن اكتساح مو صلاح لمنشستر ونايتد بخمس أهداف صلاح قدر يسجل تلات أهداف أسست في هدف فين في معقل منشستر ونايتد أولد ترافول تلات أهداف لبننا المصري الفرعون الأسطورة محمد صلاح نيل صلاح إشادة عظيمة جداً من كل زملاء ومن كل العالم كل الناس بتتكلم على محمد صلاح ويمكن احنا كنا معاكم بارح والموتش بيتلعب وقلنا ان شاء الله صلاح يسجل هدف واثنين وثلاثة وصلاح ما كدبش خبر وسجل على طول وقلنا لكم في ساعتها برضو ان صلاح كده واللاعب من 18 سنة يقدر يسجل هاتريك منشستر ونايتد في الولد ترافول بعد الظاهرة الكبير رونالدو البرازيلي صلاح خلاص بقى هو حالياً أفضل لاعب في العالم كنا من فترة منتكلم ونقول يعني بننا أحسن لاعب في العالم وإحنا ايه؟ منقول لسه لسه في ميسي لسه في كريستيانو لسه في لسه في لكن حالياً احنا منتكلم وإحنا عارفين من التكلم على مين محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم خلاص أي حد يتكلم على محمد صلاح دلوقتي الكلام ما بقاش يضيف لصلاح صراحة مضابع العكس أي حد في أي مكان في العالم بيتكلم على محمد صلاح الكلام بيضيف للي بيقوله محمد صلاح فخر كبير جداً لكل المصريين وكل الوطن العربي وأكيد لقارة الصمراء كلنا فخورين محمد صلاح امبارح مباراة تاريخية خرج محمد صلاح في اللقاء امبارح بتصريحات إعلامية قال فيها ان ليفر بول استعد كويس جداً للمواجهة دي وإنه هو كمان كانوا عارفين ان منشستر وينايتد هيحاول يبزل أقصى جهد عندهم عشان يفوزوا على ليفر بول امبارح ولكن فريقه قدر يفرد اسلوبه من أول ديئة كمان صلاح قال ان اللاعبين بين الشوتين تعهدوا الكلمة مع بعض لان هيلعبوا ويكملوا بنفس قوة الشوت الأول ويحاولوا يسجلوا عدد أكبر من الأهداف وأنا هكلموا بان ليفر بول مستعد للفوز باللقاءات اللي جاية علشان يستعد كمان ويقدر يفوز بلقب الدوري الإنجليزي اللي حققوا موسم 2019-2020 وفخدوا الموسم اللي فات بسبب الإصابات والغيابات اللي كانت موجودة ترجمة نانسي قنقر